بسم الله الرحمن الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأصلي وأسلم على الرحمة المهدات والنعمة المصدات لسئير العالمين سيدنا وحبيبنا محمد خير الخلق أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورمضانكم مبارك وصيامكم مقبول إن شاء الله وعملكم وفق ما أمر به مولانا سبحانه وتعالى نحن وإياكم إخوة الإيمان لا ينبغي أن يفهم الصائم أن الإمساك لا يكون إلا على الطعام والشراب فقط فهذا أمر بسيط وبسيط جدا مقابل ما يصوم عليه الصائم المؤمن في هذا الشهر الكريم فهذا ما هو إلا جزء جزء بسيط ضائل مما ينبغي أن يكون عليه الصائم وكم من صائم كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينال من صومه إلا الجوع والعطش لماذا؟ لأنه لا يصوم بجوارحه الأخرى ولكن الصائم ينبغي أن يصوم بكل جوارح وهناك أمر أيضا آخر عظيم وعظيم جدا ينبغي معرفته وهو ماذا؟ وهو الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم الذي يسمى بشهر القرآن اقتداء بمن؟ اقتداء بسيد البشر عليه صلوات الله صلوا وسلموا على حبيبكم سيد البشر محمد الأمير عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم فقد كان يلقاه جبرايل في هذا الشهر الكريم كان يجيه جبرايل عليه السلام فيدارسه القرآن سيد الملائي الأعلى يدارس سيد الأرض بماذا؟ بالقرآن والذي يقرأ القرآن رح قلد من؟ قلد سيد الأعلى وسيد الأرض على الإطلاق قلد سيد جبرايل عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ هنا رح فتح الخط بينه وبين سيد يا ربي رح فور ما لا رقا متاع سيد يا ربي طول معاه طول رحك معاه مع الحنان الكريم رحك في حضرة المولى جل جلاله عندما تأتي بالاستعاذة خلاص قال العبد المؤمن استعد ليكلم ربه ليخاطب ربه ليناجي ربه ليدعو ربه ليتدرع إلى ربه ليطلب حاجته من الذي بيده الحوائج وزد على ذلك طيب قلت أحبتي كان سيد جبرايل عليه السلام يدارس حبيبنا الأكرم القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم وهو شهر القرآن وكان أيضا السلف الصالح رضوان الله عليهم من التابعين وتابع التابعين والمؤمنين الصادقين العاملين إلى أن يريت الله الأرض وما عليها ومن عليها يقثرون من تلاوة القرآن في هذا الشهر الكريم السلف الصالح كذلك كانوا يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا بجبريل عليه السلام كانوا كذلك يتدارسون القرآن وكانوا ينادي بعضهم البعض يا أخي هيا نجدد إيماننا بماذا؟ بالمذاكرة بتلاوة القرآن بالتأمل بالنصيحة بالمحبة بالأخوة تعالوا نجدد إيماننا هذا هو سلفنا الصالح هل نحن اليوم راح مننا ما نقوله ما كانش كاين إن شاء الله ولكن فئة قليلة ينادي أخاه يا فلان تعال نجدد إيماننا بماذا؟ بتلاوة القرآن تعال نجدد إيماننا بذكر الله تعال نجدد إيماننا بصلاة على سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأسكسلام هل نفعل هذا اليوم أحبتي؟ لا ينادي بعضنا البعض على موائد الدنيا الفانية وعلى التجارة وعلى السياسة وعلى القيل والقال وكثرة السؤال وما إلى ذلك ولا أعمم حاش الفئة الناجية الصالحة القليلة والقليلة جدا في هذا الميدان أما ميد أخرى والحمد لله الأمة إن شاء الله بخير الأمة إن شاء الله بخير طيب أحبتي قلت فمولانا فضل هذا الشهر الكريم على غيره من الشهور قال مولانا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إذن ميزه الله تبارك وتعالى بأنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هنا أحبتي عندما نقرأ هذه الآية ونتأملها لا يسعنا إلا أن نقول هدانا الله وإياكم بالقرآن هدانا الله وإياكم بالقرآن هدانا الله وإياكم بالقرآن وجعلنا مولانا وإياكم من المتبعين لسنة سيدي ولدي عدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر